دموع لا يراها العالم آه يا سادة يا كرام لو نتعش الآن قال القائد العسكر المقدم ريبروتيوسوف وهو رجل طويل نحيف كعمود البرق وكان خارجا من النادي مع جماعة من أصحابه ذات ليلة مظلمة من شهر أغسطس ومضى يقول في المدن المحترمة مثل ساراتوف يمكنك دائما أن تتعش في النادي أما هنا في مدينة العفنة تشير فيانسيك فبخلاف الفوذكا والشاي بالذباب لا تحصل على شيء ليس هناك ما هو أسوأ من أن تشرب ولا تجد ما تمز به نعم لا بأس الآن بشيء ما هكذا يعني أمن مفتش العهد الديني إيفان إيفاني تشدفويتوتشيف وهو يلتف بمعطفه الأصفر اتقاء للرح الساعة الآن الثانية والحانات مغلقة آهن لو يعني فسيخة مملحة أو فطر مخلل أو يعني شيء ما كهذا وحرك المفتش أصابعه في الهواء ورسم على وجهه أكلة يبدو أنها شهية جدا لأن كل من نظروا إلى وجهه لعقوا شفاههم وتوقفت الجماعة عن السير وأخذت تفكر وفكرت طويلا ولكن تفكيرها لم يتفتق عن شيء يؤكل واضطرت إلى الاكتفاء بالأحلام فقط وتنهد نائب مأمور المركز بروجينا بروجينسكي وقال يا له من ديك رومي عظيم ذلك الذي أكلته بالأمس عند جولو بيزوف بالمناسبة يا سادة ألم يظهر أحد منكم ورسو؟ هناك يفعلون هكذا يأخذون سمك الشبوط العادي وهو حي يتلوى ويلقون به في اللبن ويظل هذا الوغد يعوم في اللبن يوما وبعد ذلك يغمسونه في القشدة ويلقونه في مقلات تتشتش وعند ذلك لا حاجة يا أخي لأنناصك أيوالله خاصة إذا شربت كأسا أو كأسين تأكل ولا تحس كأنك في غيبوبة الرائحة وحدها تجنن فأردف ريبروت يوصوف بنبرة مشاركة قلبية فإذا أضفت إليها خيارا مملحا عندما كنا معسكرين في بولندا كان يحدث أن تحشر في جوفك حوالي المائتين من البيلمين مرة واحدة تملأ بها طبقا كاملا وترش عليها الفلفل والشبت والبقدونس ولا أستطيع أن أعبر لكم وتوقف ريبروت يوصوف فجأة واستغرق في التفكير تذكر حساء السمك الذي أكله عام 1856 في دير الثالوت الأقدس وكانت ذكر هذا الحساء لذيذة إلى درجة أن القائد العسكري شم فجأة رائحة السمك وحرك فكه لا إراديا ولم يلحظ تسرب الوحل إلى خلف حذائه وقال كلا لا أستطيع لا أستطيع أن أصبر أكثر سأذهب إلى البيت وأمتع نفسي اسمعوا يا سادة فلتأتوا معي أي والله لنشرب كأسا ونمز بما رزقنا به الله خيار مرتد الله ونشعل السماور لنمز ونتحدث عن الكوليرا ونتذكر ما مضى زوجتي نائمة الآن لن نقضها سنجلس في هدوء هيا بنا ولا حاجة لوصف الإعجاب الذي قبل به هذا العرض يكفي فقط أن أقول إنه لم يكن لدى ريبروت يوسوف في أي وقت مضى مثل هذه الكثرة من الخيرين كما كان لديه في هذه الليلة سأقطع أذنيك قال القائد العسكري لجند المرسلة وهو يدخل بالضيوف إلى غرفة الجلوس المظلمة قلت لك ألف مرة يا حيوان أن تشعل البخور عندما تنام في المدخل اذهب يا غبي واشحل السماور وقل لإرين أن تحضر من القبو خيارا وفجلا ونظف بعض الفسيخ وقطع البطاطس دوائر والبنجر أيضا وكل هذا صب عليه الخل والزيت يعني والمسترد أيضا ورش الفلفل فوقه باختصار طبق مزة مفهوم؟ وحرك ريبروت يوسوف أصابعه مصورا الخلطة وأضاف إلى المزة بتعابير وجهه ما لم يستطع أن يضيفه بالكلمات وخلع الضيوف أخفافهم ودلفوا إلى القاعة المظلمة وأشعل صاحب البيت عودة قاب ففاحت رائحة الكبريت وأضاء الجدران المزينة بهداي مجلة نيفا ومناظر البندقية وصورتين للكاتب لاجيتشنيكوف وجنرال ما بعينين مدهوشتين للغاية حالا حالا همس رب الدار وهو يوسع المنددة بهدوء سأعد المائدة ثم نجلس ماشا زوجتي مريضة اليوم أرجو المعدر إذن عندها مرض نسائي ما الدكتور جوسين يقول أن ذلك بسبب أكل الصيام جائز جدا ولكني أقول لها يا روحي ليست المسألة في الأكل ليست المسألة فيما يدخل الفم بل فيما يخرج من الفم فأنت تأكلين أكل الصيام ولكنك عصبية كما كنتي وبدلا من أن تتعي بجسدك الأفضل أن لا تغضبي وأن لا تتفوهي بكلمات ولكنها لا تريد أن تسمع تقول لقد تعودنا على ذلك منذ الصغر ودخل جندي المرسلة ومد عنقه وأسر بشيء ما في أذن رب الدار ولعب ريبروت يوسوف حاجبيه ودمدم بصوت كالخوار هم نعم هكذا عموما بسيطا حالا سأعود دقيقة واحدة ماشا أوسدت القبوة والخزائن في وجه الخدم وأخذت المفاتيح ينبغي أن أذهب لإحضارها وسعد ريبروت يوسوف على أطراف أصابعه وفتح الباب بهدوء ودخل على زوجته كانت نائمة وقال وهو يقترب بحضر من السرير يا ماشا استرقض دقيقة واحدة يا ماشا من؟ هو أنت؟ ماذا تريد؟ أنا يا ماشنك بخصوص الله أعطيني يا ملاك المفاتيح ولا تقلقي نامي مطمئنة أنا سأهتم بهم سأعطي كلا منهم خيارة ولن أبدد أكثر من ذلك شيء أقسم لكي هناك دفويتو تشيف أتدرين وبروجينا بروجينسكي وأخرون كلهم أشخاص رائعون محترمون في المجتمع أتدرين؟ بروجينسكي يحمل وسامة فلاديمير من الطبقة الرابعة أوه كم يحترمكي أين سكرت إلى هذا الحد؟ ها أنت ذي تغضبين يا سلام عليكي سأعطي كلا منهم خيارة وهذا كل شيء وسيمصرفون أنا سأهتم بهم ولن أسعجك أبدا نامي يا لعبتي وكيف صحتكي؟ هل جاء الجلسين في غيابي؟ انظري ها أنا ذا أقبل يدكي والضيوف كلهم كم يحترمونكي؟ دفويتو تشيف رجل متدين أتدرين وبروجينة والصراف أيضا كلهم يكنون لك أطيب المشاعر يقولون ماريا بيتروفنا ليست امرأة بل شيء عسير على الفهم إنها كوكب إقليمنا أرقد كفاك هدرا يسكر هناك في النادي مع صعالكه ثم يروح يغلي طول الليل ألا تخجل؟ عندك أولاد؟ أنا عندي أولاد ولكن أرجوك لا تغضب يا ماشا لا تحزني إنني أقدرك وأحبك والأولاد إن شاء الله سأدبر أمورهم ميتيا سأدخله المدرسة لا أستطيع أن أطردهم لا يليق جاءوا ورائي وطلبوا أن يتعشوا قالوا نريد أن نأكل أطعمنا دفويتو تشيف وبروجينا بروجينسكي ناس ضرفاء جدا كم يقدرونك ويعطفون عليك فلنعطي كل منهم خيارة وكأسا وليمضوا في سبيلهم وأنا سأتكلف بهم اللعنة ماذا؟ هل جننت؟ أي ضيوف في هذه الساعة؟ ألا يخجلون؟ هؤلاء الشياطين المتسولون يزعجون الناس في الليالي من سمع بضيوف يأتون في الليل؟ هل يظنون بيتنا حانة؟ سأكون حمقاء لو أعطيتك المفاتيح فليفيقوا وليعودوا غدا هل قلت هذا من البداية؟ إذن لما تدللت أمامك إذن فأنت لست بشركة العمر؟ لست سلوى لزوجك كما جاء في الكتاب بل من العيب أن أقول كنت أفعى وضللت أفعى آهن وتشتم أيضا يا وغد ونهضت الزوجة وحك القائد العسكري خده وماذا يقول؟ ميرسي صحيح ما قرأته في إحدى المجلات بين الناس قديس ومع زوجها إبليس عين الحقيقة كنت إبليس وضللت إبليس خد خد اضربي 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 زوجك الوحيد ولكني أرجوك أتوسل إليك يا ماشا سامحيني أعطيني المفاتيح ماشا يا ملاكي يا معذبة الشريرة لا تفضحيني أمام الناس أيتها المتوحشة إلى متى ستعذبينني اضربي اضربي أرجوك بل أتوسل إليك استمر حديث الزوجين بهذه الصورة طويلا ركع ريبروت يوسوف على ركبتيه وبكى مرتين وسب وهو يحك خده بين الحين والحين وانتهى الأمر بأنهضت زوجته وبسقت وقالت يبدو لن تكون نهاية لعذابي أعطيني فستاني من على المقعد أيها الكافر وقدم لها ريبروت يوسوف الفستان بحرص وسوى شعره وذهب إلى ضيوفه كانت ضيوف وقفين أمام صورة الجنرال يتطلعون إلى عينيه المندهشتين وهم يقررون مسألة من الأكبر الجنرال أم الكاتب لاجيتشنيكوف وكانت فوتو تشيف صفي لاجيتشنيكوف مشددا على الخلود أما بروجينسكي فقد قال بالطبع هو كاتب جيد لا شك في هذا ويكتب فيثير الضحك والشفقة ولكن لو أرسلته إلى الجبهة فلن يستطيع قيادة حتى سرية أما الجنرال فلتحضه ولو فيلقا كاملا لن يهمه وقال رب الدار وهو يدخل مقاطعا زوجتي ماشا ستأتي الآن حالا لقد أزعجناكم حقا يا فيودور أكيميتش ماذا حدث لخدك يا إلهي وتحت عينك كدمة أين حصلت على هذا فقال رب الدار محرجا خدي؟ أين خدي؟ آه نعم لقد ذهبت الآن إلى ماشا متسللا أردت أن أخيفها وإذا بي أصطدم في الظلام بالسرير ها هي دي ماشا أوه كم أنت مشعدت يا عزيزتي مثل لويزا ميشيل تماما دخلت ماريا بيتروفنا إلى القاعة مشعدت الشعر نعسانة ولكنها متهللة ومرحة وقالت هذا لطيف منكم إجئتم إلينا إذا كنتم لا تأتون إلينا في النهار فشكرا لزوجي الذي جاء بكم ولو ليلا كنت نائمة وإذا بي أسمح أصواتا فقلت لنفسي يا ترى من هؤلاء لقد أمرني فيديا أن أرقد ولا أخرج ولكنني لم أطق وهرولت الزوجة إلى المطبخ وبدأ العشاء وعندما خرجوا بعد ساعة من دار القائد العسكري قال بروجينا بروجينسكي وهو يتنهد ما أطيب أن تكون متزوجا تأكل عندما تريد وتشرب وقت ما تشاء وتعلم أن هناك مخلوق يحبك ويلعب لك على البيانو شيئا ما هكذا ما أسعد ريبروت يوسوف أما دفويتو تشيف فلزم الصمت كان يتنهد ويفكر وعندما وصل إلى البيت ورح يخلع ملابسه تنهد بصوت عال حتى أنه أيقض زوجته لا تدق بحدائك أيها الرحة قالت زوجته تمنعني من النوم يشرب حتى السكر في النادي ثم يثير الدجة هذا المسخ فتنهد المفتش قائلا لا تعرفين سوى السباب لو أنك رأيت كيف يعيش آل ريبروت يوسوف ما أروع حياتهم عندما ينظر المرء إليهم يود لو يبكي من التأثر أنا وحد التعيس إدبوليت بشمطاء مثلك أفسحي وتغطى المفتش بالبطانية ونام وهو يشكو في سره حظه البائس ترجمة نانسي قنقر